عندنا الشرط الثاني أن تكون العمرة في أشهر الحج يعني إيه أن تكون العمرة في أشهر الحج يعني مثلا الآن أنا رحت رمضان عملت عمرة وبعدين أنا أيضا أعد في الكعبة وأعد عند الحرم وعند كل شيء أو سوفرت أو لم أسافر أنا بعد ما عملت عمرة في رمضان أمتقاي حجقت من هذا العام يعني رحت حجت هذا العام هذا باتفاق العلماء المزاب الأربعة وغيرهم أنني لا أصير متمتعا في هذا ليه؟ يابد أن تكون العمرة في أشهر الحج وهي شوال وزر قعدة وعشر منزل حج فالعلماء اتفقوا على أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وحل منها قبل أشهر الحج يعني حل من إحرام العمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج لا يكون متمتعا فإذا أحرم بها في غير أشهر الحج وأتى بها أو ببعضها في أشهر الحج فهل يكون متمتعا في هذه الحالة أم لا؟ يعني فرضنا الإنسان الآن جاء في آخر يوم من رمضان أم جاي أحرم بالعمرة وبعدين أم جاي لما أم بقنا المغرب أزن فهو الآن سيؤدي أغلب مناسك العمرة في شوال ليه في أشهر الحج فإذا أتى بباقي أفعال العمرة يعني طاف أو ساعة أو شيء ثم حج من عامه هذا هل يعتبر متمتعا ولا لا يعتبر متمتعا؟ الحنفية قالوا يصير متمتعا إذا أدى أكثر أفعال العمرة في أشهر حج أما المالكية فقالوا يشترت فعل بعض ركن العمرة ولو شوطا من السعي في وقت الحج يعني حتى لو هو فقط ساعة شط واحد من السعي أو من الطواف في أشهر الحج حتى لو أحرم للعمرة في رمضان مثلا فعند إذن يصبح متمتعا قالوا فمن أدى شوطا من السعي وحل من عمرتي في أشهر الحج ثم حج من عامه هذا فهو متمتعا الحنابلة اشترتوا هم والشافعية في الصعي عندهم أن يكون الإحرام بالعمرة وأعملها كلها في أشهر الحج يعني فرضنا إنسان مثلا جاء يوم الثلاثين من رمضان الثلاثين من رمضان آخر يوم في رمضان أحرم بالعمرة ثم نم مثلا أو لأي سبب الأسباب لما بنأ أفعال العمرة يعني الطواف والسعي فعلىها مثلا أول ليلة من شوال قال لك هذا لا يصير متمتعا وإنما يصبح لو حج من عامه فلا يصبح متمتعا فلو أحرم بها في غير أشهر لم يكن متمتعا ولا دم عليه للتمتع في هذه الحالة الشفعية قالوا في القول الثاني لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج يصير متمتعا ويجب عليه دم التمتع تمام يعني الشفعية عندهم قولين قولين لك لا لابد أن يحرم بها يعني إحنا عندنا الآن باختصار عندنا قولين العلماء الحنفية والمالكية والشفعية في قوله قالوا لو هو أحرم بها في غير أشهر الحج وأتى بأكثر أفعالها في أشهر الحج يصبح متمتعا القول الثاني هو صعند الشافعية وقول الحلبلة أنه لا يصير متمتعا حتى يحرم بها ويأتي بكل أفعالة في أشهر الحج